رئيس منطقة الصعيد للسباح يوجه الشكر للنادي الآلي ويهديه درع المنطقة كابتن رقوف عبدالقادر من دي نشاط الرياضي بالنادي الآلي استقبل منذ يومين في مكتبه المهندس أدهم دهب رئيس منطقة الصعيد للسباحة وكان معاه الكابتن المهندس محمد هارون عضو الاتحاد العرب للسباحة ورئيس لجنة المسابات والأكاديميات بالاتحاد المصري للسباحة وكان ده في حضور كابتن وقال عزة رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي ومعاه كابتن محمد فاضل دي صورة من مكتب كابتن رقوف عبدالقادر وبيتسلم درع المنطقة منطقة الصعيد للسباحة المهندس أدهم دهب شكر النادي الآلي ويهديه درع المنطقة ودهب بمناسبة فترة المعايشة اللي نظامها الأهلي لمنطقة الصعيد وقال البش مهندس دهب أن درع المنطقة ده تقديرا لمكانة ودور النادي الأهلي ودعمه للسباحة في الصعيد خصوصا أن دي المرة التانية اللي بستضيف فيها النادي لفترة معايشة في المنطقة في فرق مدينة نصر وأن ده احتكاك كبير ومفيد للسباحين وأكد كمان مجلس دارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيبة بيتأخرش أبدا عن دقما منطقة منطقة الصعيد طبعا وفر لهم كل حاجة تعود بالنفع على السباحين عايز أفشو على الخبر ده لأنه مش غريب عن نادي الأهلي اللي بيحصل ده أولا السباحة في نادي الأهلي متقدمة جدا منطقة الصعيد منطقة من المناطق اللي ممكن تخرج لنا أبطال كتير وإحنا ما ذلنا بنو نادي بهذا النادي الأهلي بيقوم بدوره المجتمعي وبدوره الرياضي الريادي فكونوا ينظم فترة معايشة لمنطقة الصعيد للسباحة يبقى ده منطلاقا بإيمان النادي الأهلي أن منطقة الصعيد تستحق إن شاء الله أن احنا نقف جنبهم لأنه ممكن يخرج منهم خامات جيدة جدا وطيبة ده مش غريب بالإضافة طبعا نضيف على كده الأكاديميات اللي فتحها النادي الأهلي في كل حتة في مصر فيه أكاديميات في الألعاب الأخرى وديه هنخصص لها حلقة مخصوصا ديه فيها كلام كتير جدا أكاديميات في ألعاب كتير جدا تم تخصصها في محافظات عدة عشان نوصل لأبناء الصعيد وأبناء الأقاليم وبحري كل مكان اللي مش قادر يجي النادي الأهلي عشان نروح لوحنا عشان النادي الأهلي يوصل برسلته لكل مكان النادي الأهلي فتح كلمات آه خش أعمل سيرش كده على موقع النادي الاهلي هتلاقي مكان الأكاديميات والتقديم وطبعا باشتراكات رمزية النادي الاهلي عاملها عشان يقدر يضمن يوصل لكل دواء وهو ده إيمانا وإيمان النادي الاهلي بدوره وطبعا بلوشكر كابتال محمود الخطيب على هذا لأنه الحقيقة ده حتى بيدي انطباع جاي جدا أن النادي الاهلي مش بعيد عن الناس مش بعيد عن الناس وكنا احتفلنا في الأولى تفتكروا أهلي الأقصر وغير وغير وعلى النادي الاهلي بيؤمن بدوره الصعيد ومؤمن أنه لازم يكون متواجد هناك كل التوفيق للنادي الاهلي ومجلس دارته في هذه الرسالة